تعليق انضموا لينا من باريس مدير معحدة الدرسات الاستراتيجية للعالم العربي الدكتور أحمد البرقاوي دكتور أحمد بداية زيارة سمو العهد إلى فرنسا سيناقش خلالها عدة ملفات لعل أهمها الملف السوري واليمني والليبي برأيك كيف ستنعكس هذه الزيارة على تلك الملفات طبعا زيارة الأمير محمد بن نايف تأتي تندرج ضمن جولة إقليمية دولية وهي تأتي أيضا بعد اجتماع وزراء الداخلية بتونس وتأتي أيضا بعد لقاء هام وقع أمس بين الرئيس الفرنسي فرسولوند ورئيس الوزراء الأنجليزي هذه الزيارة طبعا لها إعكاسات جد هامة خاصة بعدما وقع اختراق الهدنة في سوريا فالروسيا والرئيس السوري بشار الأسد اخترق هذه الهدنة وبالتالي هناك تحدي جديد أمام المجتمع الدولي وهناك تحدي خطير أمام الدول العربية والوطن العربي وقد بيّن ذلك الأمير خلال اجتماعي بوزراء الداخلية بتونس وقال إن الوطن العربي أصبح مهددا داخليا ومن أطراف خارجية تسعى إلى تفتيته والانقضاء على ثرواته وهذه نعتبرها سابقة أولى أن الأميراء أصبحوا يتكلمون بشكل واضحا هذه التهديدات وأصبح وزراء الداخلين يسعون إلى تنصيق أمني وخاصة سيرتقي هذا التنصيق إلى تنصيق مع الدول العربية ويحوذ المتوسط بما يخول ربما معلومات تكون هامة لدى كل الأطراف ونعرف أن فرنسا تعتبر أحد الدول المهددة أيضا بهذا الإرهاب وهي تنصق مع المملكة العربية السعودية ونعتبر أن فرنسا أيضا ضمن التحالف الدولي الذي يدعم المملكة العربية السعودية في خياراتها الاستراتيجية الجديدة وهو التحالف الدولي الذي طبعا يريد تحرير اليمن وهناك أيضا المشكلة السورية ووضع على الطاور الآن المشكلة الليبي الذي أصبح يتعقد يوما بعد يوم نعم بشكل خاص كيف ستسهم هذه بالتالي أنا أقول أن هذه الزيارة طبعا لها نعم كيف ستسهم هذه الزيارة في تدعيم العلاقات خاصة على صعيد التعاون الأمني والعسكري ومكافحة الإرهاب طبعا هذه الزيارة سيكون لها انعكاسات خاصة أمنية لأن فرنسا هي أحد الدول كما صرحت المهددة بالإرهاب ثم أن فرنسا لها من الخبرة في هذا المجال وهي ستسعى إلى دعم المملكة العربية السعودية في مجال الاستخبارات ومتابعة الفئات الإرهابية سواء كانت في البحر الأبيض المتوسط أو خاصة الآن في منطقة الشرق الأوسط ونحن نعرف الآن ما يدعمه بشار الأسد وللأسف ونقول الدولة الروسية وهو بما يسمى استعمال هذه التنظيمات الإرهابية لوضع واقع جديد وتقسيم سوريا إلى منطقتين فبالتالي فرنسا تسعى إلى الوقوف طبعا إلى جانب التحالف الدولي الشرعي ثم أنها ستعطي أيضا إشارات جديدة فهذا اللقاء الذي وقع أمس بين الرئيس الفرنسي ورئيس الوزراء البريطاني يريد أن يعطي رسالة قوية وحدة إلى روسيا بأن تكف عن ممارساتها الحالية بسوريا وأن تجلس إلى طاولة الحوار مع كل الأطراف مما لم تلتزم به روسيا فهناك مخاطر أصبحت جديدة الآن وهذه المخاطر ربما المملكة العربية السعودية وعية كل الوعي بهذه المخاطر والتهديدات وإذا لم تأخذ بالمبادرة فهي تعرف أيضا أن المخاطر ستزداد وهي الآن تريد أن تعي كل الدول العربية أنها أصبحت مهددة ونحن نعرف أن تكلمت بعض الأوساط الدبلوماسية عن تقسيم لبعض الدول العربية بما يسمى تقسيم سايس بيكو وكأننا نعيش في القرن الآن التاسع عشر بالتالي أرى أن هذه الزيارة هي دعم للخيارات للمملكة العربية السعودية طبعا والتحالف الدولي ولا بد من تحرك جديد وسياغة استراتيجية جديدة أمام التهديد الروسي الذي يريد أن يضع أمر الواقع في الشرق الأوسط وخارطة جديدة نعم باريس مدير معحدة الدراسات الاستراتيجية للعالم العربي دكتور أحمد البرقاوي شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر